تأخر الحمل وتكيسات المبايد من أكتر المشاكل المنتشرة دلوقتي ستات كتيرة جداً بتعيني من تأخر الحمل من تكيس المبايد أول ما حد بيجيلي يشتكيلي من المشكلة دي على طول بشوف الوزن لو لقيت الوزن عندها زيادة أو فيه سمنة على طول رقم واحد لازم بقول لها أن هي تقلل من وزنها وتخس لأن السمنة سبب رئيسي يا جماعة في تأخر الحمل عند الستات وكمان سبب رئيسي في تكيسات المبايد فلازم نعالج المشكلة دي بأن احنا نخس وهنخس إزاي؟ هنخس بطريقتين أول حاجة أن احنا لازم نحسس السيدة أن هي شبعانة دايماً بنقول أن احنا لو شبعانين مش هنأكل أكل كتير فالجسم يبدأ يحرق من الدهون المتخزنة اللي عاملة السمنة فتخسه في وقت سريع جداً وده اللي بيحصل أن احنا علشان نسد الشهية عند السيدات اللي عندها تأخر حمل أو عندها تكيسات المبايد أو حتى الرجال اللي عندهم زيادة في الشهية بشكل كبير وعندهم سمنة لازم نسد معاهم الشهية عن طريق ألياف طبيعية بتنفش في المعدة بشكل طبيعي 100% بتعمل حاجة اسمها بديل بلون المعدة فبتخسه بشكل صحي بعيد عن العمليات والجراحات بعيد عن الفلوس الكتيرة اللي بتدفع في العمليات وكمان بعيد عن مخاطر العمليات الجراحية زي فترة النقاها اللي انتو بتاخدوها فترة طويلة بعد العملية زي كمان مخاطر البنج اللي أكيد بيبقى موجود بشكل كبير حتى مع تقدم الطب